اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة ضمن كورس 60 دقيقة فوتوشوب في هذه المحاضرة راح نتعلم كيفية تغيير لون العيون او اضافة العدسات الى العيون طيب في البداية نجي نحدد البؤبؤ من خلال انه اداة التحديد الدائري طبعا نجي نحدد التحديد الخاص بالعين بالبؤبؤ طبعا في حال لو كان التحديد الصغير ممكن نضغط اكليك ايمن وترانسفورم سلكشن وطبعا نحدده بشكل دقيق ممكن انه ينزل الى الاسفل ممتاز جدا الان راح نجي نضيف لون من خلال طبقة adjustment layers ونختار solid color وطبعا نختار لون مثلا راح نختار لون الازرق مثل ما تلاحظون اللون حاد وغير واقعي حتى نخلي اللون يكون متوهج بحيث يكون واقعي اكثر راح نتبع الطريقة التالية بعد ما حددنا الدائرة راح نضيف feather اللي هو تدرج للتحديد من خلال select ومن ثم modify ونختار feather طبعا نضيف القيمة مثلا خمسة او ستة او ثمانية مثلا قيمة معينة طبعا تجي بالتجربة نجرب حسب حجم الصورة مثلا راح اضيف آني ثمانية اضغط على ok ومن ثم اجي الى adjustment واختار solid color واختار طبعا اللون اللي اريده مثلا اللون الازرق اذا الاحظ انه اصبح عدي اللون متدرج وطبعا اكثر واقعية جيد راح نجي نغير ال damage الى overlay ممتاز الان راح نجي نمسح طبعا نضغط على الماسك ونجي على اداة ال brush وننتبه انه اللون اسود راح نجي نمسح بهذه الطريقة وطبعا نمسح من البؤبؤ بهذه الطريقة طبعا بامكاننا انه نقلل ال opacity حتى يكون بهذا الشكل وايضا طبعا ممكن نضغط click وطبعا نختار لون افتح حتى يكون الرسم واقعية طبعا نرجع نزيد بالشفافية اذا لاحظ انه تم تغيير اللون بواقعية طبعا بامكاننا نختار لون اخر مثلا بامكاننا نختار اخضر مثلا ومن ثم اوكي وايضا طبعا بامكاننا نتحكم بالشفافية بحيث يصبح التلوين بهذه الطريقة نلتقيكم في محاضرة قادمة باذنه تعالى ترجمة نانسي قنقر